اذا هم أبناء الكويت يلالون شرف التكريم من القائد الأعلى للقوات المسلحة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في تخريجهم للدفعة الواحد وعشرين من الطلباء الجامعيين والدفعة الـ 45 من الطلباء الضباط نتمنى لهم كل التوفيق ومسامرين في نقل هذا الحدث الذي يتكرر علينا بين عام وعام ونفرح بأبناء الكويت وهم في هذه المرتبة من شرف خدمة الوطن ونعود مرة أخرى إلى مجريات كويت اليوم ومعي في الستيديو دكتور أحمد الكندري استشارة جراحة المسالك البولية والتنسلية والعقم نتكلم عن مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل وآخر المتجدات الطبية حياك الله دكتور الله يكبر أهلا ومرحبا دكتور في البداية في كلام وايد على موضوع العقم وصحة الرجل بشكل عام يقولون أن معدلات العقم وضعف الجنسي مرتفعة في الكويت هل هذا الكلام صحيح؟ بسم الله الرحمن ببداية أشكركم على استضافة الحقيقة نعم الكلام صحيح طبعا نتكلم عن جزئين شوية يختلفون ولكن الثانيهم يعنون بصحة الرجل الأمر الأول هو العقم اللي هو بمعنى عدم القدرة على الإنجاب والأمر الثاني هو الضعف الجنسي اللي هو عدم القدرة على إقامة علاقها جنسية طبيعية نعم والاثنين مرتبطين ببعض ولكن كل واحد لأسبابا فالحقيقة أن هذه منتشرة بكافة الأعمار يعني نحن نتكلم عن موضوع الضعف الجنسي من أعمار العشرينات فالثلاثينات غير ما كان عارف عليه أن هذه مشكلة تبتدي بعد سنة الستين أو السبعين ففعلا هذا الأمر منتشر ويستدعي مننا إلى انتباه ولهذا سنناقش في مؤتمر تقيمة رابطة مسارك البولي الكويتية مشكورة لمناقشة هذا الأمر ونحن أيضا شخصيا أنا عندي اهتمام بالأمر ويصدد عمل دراسة على مرضى الكويت اللي أنا شفتهم على مدى السنوات وعندي بيانات أولية أقدر أناقشها معاكم عن أكثر الأسباب إذا يعني حابين تكلمون بالعكس هذا يعني النور في مشاهدينك اليوم ما هي أكثر الأسباب التي تؤدي إلى الضعف الجنسي طبعا هو من أشهر العقم يأي إلى تالي نعم وأشهر الأسباب المتكلم عن حسب العمر خلنا نبتدي باللي معروف عند الناس اللي أنه تصير الحالة عند الكبار فخلنا نتكلم عن ما هو فوق الستين وانت طالع أشهر الأسباب هي الأمراض المزمنة بالذات السكر المزمن ارتفاع ضغط الدم المزمن ارتفاع الكوليسترول الأمراض تصلب شرائن القلب أصلا ثبت أن مرض ضعف الجنسي قد يسبق الجلطة القلبية بشم سنة ولهذا أصبح إذا يالك مريض عند ضغط السكر يشتكي من ضعف جنسي وهو ما يشتكي من القلب يجب أن تنتبه أنه ممكن تيلى جلطة إذا ما شخصته فهي تعتبر مؤشر كأنه مؤشر فصارت هذه هي مؤشر على صحة القلب وبالتالي تشخيصها ليس فقط للأمور الجنسية لصحة الرجل طبعا بالإضافة لذلك هناك العامل المشهور حتى عند الكبار هو التدخين ورح نتكلم عنه في العمر الأصغر والإضافة لذلك الأدوية نفسها التي تستخدم لعلاج الأمراض المزمنة لا تأثير مثال أدوية ضغط الدم فيها منها مجاميع مختلفة تؤثر على القدرة الجنسية وبالتالي من واجب الدكتور المعالج أن يستفسر من المريض ما الأدوية تستخدم وبالتالي إذا كان هناك إمكان تغييرها فهذا الأمر ممكن تفادي صحيح حتى في بعض الأمراض الأخرى ممكن أنها تؤثر أدوياتها على الضعف الجنسية صحيح مثلا من يصابون ب يسوي قسطرة مثلا بحاجة إلى أدوية يومية للسيولة وغيرها هل هذه الأدوية تؤثر؟ أدوية السيولة لا تسوي لكن المرضى القسطرة يأخذون أدوية الضغط في الغالب فأدوية الضغط تتأثر لبيتور وغيرها لبيتور ما يسوي المدرة للبول التي تنزل الضغط هذه تأثر طبعا منها تتكلمنا عن الأدوية طبعا دخلنا في الأدوية مجموعة الأدوية كثيرة التي تلام في موضوع الضعف الجنسي من أشهرها لقلنا أدوية الضغط بأنواعها المعروفة في بعض أدوية الحساسية تؤثر على الضعف الجنسي نعم الأدوية النفسية التي تعالج الاكتئاب والتوتر أيضا مرضى الإفصام أيضا تؤثر على الضعف الجنسي فمهم جدا لما الدكتور يعالج المادي يستفسر من الأدوية التي تلام في الضعف الجنسي في السنين الأخيرة هو أوبر التستسترون اللي هي الأبر التي تكبر عضلات تستخدمون الشباب بقصد وأن يكون أكثر قوة يضخم البنية الجسمية نعم فينتج من أثرها أن تخلي الجسم يكتفي بأنه ما عنده مصدر للتستسترون أو هرمون الذكور فما ينتج هذا باختصار شيء يصير فتقل قدرة الجنسية وفي منهم إذا توقف عن الدول يسترجع قدرتها لكن نسبة عشرة بالمئن الحالات ممكن يفقد القدرة سواء كانت القدرة على الإنجاب أم القدرة الجنسية هذا شيء خطر هذا شيء خطر وقاعد من الشباب سن العشرينات وداشوه متأمل أنه سيستنس بجسمه ويتفاجأ بعد سنين أنه قرر يستقر يتزوج أنه ما عنده قدرة جنسية ولا عنده قدرة على الإنجاب فهذه باختصار هي الأدوية لما نتكلم عن الأسباب في السن المبكر سن العشرين إلى الثلاثين أو الأربعين إذا كبرنا المسافة من أشهر الأسباب اللي أنا أشوفها في الدراسة اللي أنا قاعد أقوم فيها التدخين طبعاً يمكن أن تستغرب شمعنا ليش؟ هو فيه عامل مؤثر أن الأدوية أو المواد الموجودة في التدخين تؤدي إلى انقباض الشرايين أو الأنسجة الموجودة في الانتصاب وبالتالي تسبب الضعف فلهذا نحن دائماً أنصح الشاب اللي يعاني من هذه المشكلة أن ينتبه لنفسه أن يعتبرها فرصة أو كأنها يتنبيه لأنه الآن وقف عساس تستعيد نشاطك الأمر الثاني اللي ذكرنا أنه ممكن بعض المرضى في سن المبكر أنا شفت مرضى بالثلاثين عنده سكر وهو ما يدري يعني ما عنده الأعراض الشديدة العاطش الشديد والشرب الشديد السوائل بس عنده سكر بارتفاعات وهذه ممكن مع الوقت أبتن على أعصاب الانتصاب وبالتالي تشخيصهم خلل بعض الهرمونات عند الشباب ممكن يحصل يكون عنده ارتفاع في بعض الهرمونات مثل هرمون لبني أو نزول في هرمون التستوسترون الذكوري يؤدي إلى ضعف الانتصاب وفي حالة إحنا للحين لا نعرف شون سببها وفي حالة موجودة عند الشباب نسميه خلل أنسجة الانتصاب هو الانتصاب مثل أنسجة عضلية موجودة في العضو تتمدد مع الرغبة الجنسية فإذا حصل فيها خلل لأسباب مختلفة غير واضحة إلى الآن يحصل الضعف وهذا من أشهر الأسباب بالإضافة التي لم أذكرناها سابقا منها مجهول السبب هذا لا يزال مجهول السبب طيب دكتور كيف نعالج ضعف القدرة الجنسية؟ نعم طبعا في البداية امتنع امتنع الأدوية عدلها هذه نعرفها طبعا فيه جزء مهم ما ذكرت أنا اللي هو الجزء النفسي وهذا أيضا مشهور جدا عند الشباب وتلاقي بالذات الشاب اللي يعزم على الزواج ويقرب موعد العرس تجد خلاص يايك هو متوتر وخايف ويشعر أنه فقط قدرت الجنسية ويشعر بخوف أنه مقدم على حياة زوجية شلون رح يتصرف مغطر أهل صحيح صحيح فتسبب له مشكلة كبيرة طبعا هذه فيها جزئية مهمة لازم شوية يتكلم عنها هو اختيار الزوجة جزء مهم في القدرة الجنسية بمعنى إذا الشخص بضغط الأهل مثل ما قلت تم تزويجه وهذا الأمر قل في مجتمعنا لكن لا زال في بعض العوائل يصير ضغط على الشاب أنه لازم يأخذ فلانا من أهله ويكون هو غير متقبل لها كامرأة ويصير هذا الزواج قد يحصل عنده ضعف جنسي وهذه حالات أنا شفت منها وايد وأستغرب أنه كيف يصير الضغط في هذا الزمن فهذا لا تأثير وهذا لابد أن نصار ونستفسر المريض عن علاقته الشخصية مع زوجته ثانيا الخوف من الفشل الشخص سمع أنه فيه ناس ممكن يفشل وإذا فشل ممكن زوجها راح تشتكي ممكن سير مشكلة عائلية ممكن تنتهي بالطلاق فكل هالتخوف يكون في ذهنه ليلة العرس فهذا شون يقدر أنه يقيم علاقة زوجية طبيعية فيجد أنه يفشل فإذا تكررت المشكلة ويضل الأمر بينه وبين زوجته وبعدين كبر أنه بدأت زوجة تشتكي تكبر الضغوط النفسية على الرجل وتستمر عنده مشكلة هو ساكت من أحد الحالات الغريبة أني شفت في أحد المرضى ست سنين يعاني ولا يتكلم لين أن الزوجة راح يطلب الاستشارة الزوجة تبيه زوج قالت له أنت هذا مرض هذا مطبيعي لازم نشوف لنا حل ففعلا لها آثار كبيرة نفسية واجتماعية فالخوف والقلق والخوف من الفشل له دور طبعا في عامل شخص كان طبيعي نتكلم عن الشباب وفجأة وجد ضعف جنسي يقول لك ما ديش صار فيني بس لما تسألش شون ظروف عملك شون ظروف حياتك يقول لك لا فعلا أنا تغيرت شغلي كله شفتات ما أنام ولما أريح ربعي عندي بدوانية وسهر وتعب وليح نشتكي المشكلة أقول له طبعا أنت أنت ما قعد تسرتاح نفسيا لأن العلاقة الجنسية هي علاقة تحتاج إلى استقرار نفسي إلى صحة بدنية تحتاج إلى استعداد نفسي إلى تقبل من الزوجة الزوجة أيضا هاي نسميها أحد الأسباب الضعف الجنسي أن الزوجة تشعر أن الزوج ما يريد منها إلا العلاقة الخاصة وهاملها فيما سوى ذلك فهذا يجعل عندها نفور وعدم تقبل فلابد أن أنت تعيش مع المارو وتعطيها حقها كزوجة وبعدين تصير العلاقة الزوجية طبيعية في هذه الظروف طيب دكتور إذا في نصايح عامة لتجنب الضعف الجنسي أو حتى البرود الجنسي نعم طبعا هو البرود الجنسي في تفصيل يعني شوية أكثر اللي هو تقل الرغبة عند الرجل يشعر ما عنده رغبة طبعا هذا هذا مع تقدم بالسن المفروض نعم نعم هو فيه نوعين فيه نوع يحصل مع الشباب فيه نوع يحصل مع الكبار مع الكبار نتكلم عن فوق الستين أغلب حالاته يكون نقص هرمون الذكورة لأن الخصيتين التي تنتج الهرمون التي تعتل القدرة والرغبة يقل عند نسبة كبيرة من الحالات فهذا يتعالج بتعويض الهرمون أو بأدوية نشط الخصية فهذا لابد أنك تشخصه بالتحاليل لكن في الأعمار المبكرة قد يكون هذا السبب وقد يكون أيضا فيه أسباب ثانية من ضمنها الضغوط النفسية والتعب هذا قد يقل الرغبة الخلافات الزوجية قد تقل الرغبة تغير سلوك الإنسان تجاه زوجته صارعي ما يرغب فيها فيه مشاكل هو كاتمها ما قاعد يقولها تخلي فجوة عاطفية بين زوجته هذا قد يقل الرغبة فلابد الجزء النفسي لدور في أن الرغبة تقل أيضا ضعف الانتصاب لو واحد كانت رغبة تزينة لكن ضعف الانتصاب تقل عند الرغبة لأنه خلاص يقولك أنا ما أقدر ليش أفكر بأشي أشغل نفسية أؤخر عن زوجتي أشغلها عشان أبتعد عنها الموقف عشان لا أحرج فهذه نسميها الأسباب النفسية والعضوية للضعف الرغبة طبعا فيه جزئية تحبون أن تتكلم عنها باختصار هو ضعف الرغبة عند النساء وهذه أيضا من ضمن اختصاصي واهتمامنا في مسارك البولية نهتم فيها لأنه لها تبعات طبية وتبعات نفسية التبعات الطبية طبعا سببها يعني فيه أسباب كثيرة لكن المعروف منها لا زال فيه جزء كبير غير معروف والمعروف منها قليل المعروف أنه بعد انقطاع الدورة وسي تخلل وتغير في الهرمونات فهذه الهرمونات لها تأثير على الرغبة الجنسية فتؤثر على هذا الأمر عند النورة أيضا ما قبل ذلك الأمور النفسية لها دور كبير مثل ما قلنا الاهتمام العلاقة العاطفية الأمور هذه لها دور كبير فإن الرغبة تكون طبيعية ويبدو أن هناك بعض النساء عندهم نوع من تركيبة الجسم تركيبة الهرمونات في الجسم تكون تؤدي إلى هذه القابلية أن رغبتها أقل من غيرها لكن كل هذه الأمور لها وسائل علاج أهم في الأمر أن هذه الرغبة الجنسية هي تهم أسرة وليست شخص لذاته ولهذا الحوار فيها بمعنى أن الريال لو حس زوجت عندها مشكلة لا بد أن يصارح ترى أن أشعر أنه في مشكلة شريح أن نأخذ استشارة فهذا الأمر ممكن التوصل لتشخيص من الجانب الطبي ومن الجانب النفسي ولهذا كثير من الحالات نقص الرغبة والخلافات الجنسية الزوجية نطلب فيها للمريض والزوجين استشارة نفسية عشان نعالجوا الأمر ترى الآن في ناس عندهم فشلة أن يروح الطبي وبالعكس ينطلون لين تصير المشكلة وهذه مصيبة كبيرة ولهذا أنا أعتقد أن من حق الإنسان أن يعتبر أن هذا مرض يعني سواء ضعف الانتصاب يعني كل الناس درسون أننا لاحياء في الدين صحيح لاحياء في العلم صحيح خلاص ليش أتكلم الآن أنا خلاص عندي عيال وضعي زيان بس هي مو قضية عندك عيال وضعي هذه فطرة بشرية الله خلقها فينا تجعل الحياة يعني مريحة و مستمرة فلابد من الزوجين أن يقدر لو في مشكلة من هذا الجانب ما يلوم الثاني يقول لأ أنت والله ليه الآن اهتمامك في هذا الأمر أنت ما كبرت هذا كلام خاطئ لأن حتى صحيا من الناحية العلمية استمرار العلاقة الجنسية الطبيعية بين الأزواج يحافظ على المناعة يقوي أشياء كثيرة في البدن والجسم والدورة الدموية يعني يفيدك في صحتك مو بس إنه استمتاع نفسي وبالتالي لا بد أن يكون طبيعي إذا فيه مشكلة لازم تحلها لازم تبحث عن مستشار متخصص وتأخذ وتعطي معه حتى تلقى حل لهذا الأمر طبعا درجة أن آخر التطورات في موجود نوضوع نقص الراقبة عند الإنسان فيه دول الآن يعني من كثير ما حسوا المؤسسات منتج الأدوية أن هذا الأمر علميا مفيد لحل مشاكل طبية لعلاج الرغبة الجنسية عند النساء الآن ما نزل عندنا في الخليج ولكن موجود في أمريكا وأوروبا ومن وسائل مساعدة في الحال هابي كل شكر لك الدكتور أحمد الكندري استشاري جراحة المسالك البولية والتنوصلية والعقمة الله يوفقكم إن شاء الله يرب في المؤتمرات وحديثكم عن صحة الرجل وأيضا صحة المرأة شكرا لوجودك معنا شكرا جزيلا ومشاهدين الكرام فاصل قصير منك وتنية ونعود مرة أخرى اشتركوا في القناة